ونتيجة لخطورة الإدمان وأضراره الكارثية أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وده طبعاً إيماناً منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته وبالتأكيد دي حملة مهمة جداً وجدت في وقتها والله العظيم والهدف منها إيه؟ الهدف منها إزاي نكتشف أن فيه متعاطي في البيت إزاي نكتشف أننا في بيتي مدمن إيه العلامات؟ إيه الإشارات؟ أعرف إزاي؟ وإزاي كمان الأهم أتعامل معه إزاي؟ طب وهي إيه أسليب العلاق؟ يعني إزاي نوعي الأجيال الجديدة منهما صغيرين بخطورة المخدرات واللي بالطبع كان السبب في تدمير أسر كتير جداً إحنا النهاردة أنا معاكم عشان نناقش كل التفاصيل دي ونعرف إزاي نحمي ولدنا أعرف إزاي أحمي أسرتي جوزي وولادي وخواتي والناس كلها اللي بنحبوهم قبل ما يقعوا فخ كبير جداً اسمه الإدمان هيكون معاينا ومشرفنا في الستوديو الأستاذ الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان والرئيس السابق لوحدة علاج السموم كلية طب الأصر العيني واللي هنشوفه بعد الفاصل مباشرة